سنبدأ بي المنشآت الغير مصرحة لها بالعمل كمي؟ بتاع في اليوم منشآت متوقفة مصادر دخلها مجففة اليوم ما عندها دخل يغطي أجور عمالها فبرنامج استدامة بأعطيها خصوصية بتاع اليوم الأجر المستحق لغير مكلف في العمل في المنشآت الغير مصرحة لها بالعمل اللي هو 50% من الأجر الاعتيادي البرنامج سيغطيها بالكامل يعني برضو بالله عشان نبسطها أكثر أنا بشتغل بصالة أفراح وصالة الأفراح موقوفة عن العمل تماما اليوم أستحق نصف راتبي كان أول يدفعها رب العمل أو يشارك في جزء منها الآن الحكومة ومؤسسة الضمان تتبنى ذلك الحكومة البرنامج استدامة اليوم بيغطي الأجر المستحق الو 50% من الأجر الاعتيادي بسقف أعلى 500 دينار نأخذ أمثلة واحد اليوم راتبه 800 دينار المستحق له 50% من 800 دينار بطلعه 400 دينار البرنامج سيتحملها بالكامل كاملة كاملة بالإضافة لاشتراكات الضمان الاجتماعي المترتبة على كامل أجر هو 800 دينار على رب العمل نعم على رب العمل وعلى عامل نعم على اثنين يعني رب العمل مش رح يدفع اشتراكات هذا العمل وراتب العمل برح ينزل من مؤسسة ضمان أو من قبل هذا البرنامج اللي هو الاستدامة 100% جميل فحتى الأجر المستحق للعامل ما رح يكون مخصوم منه أي اشتراكات الضمان الاجتماعي في هذه الحالة طبنا راتبه 1200 1200 البرنامج بغطي 50% بطلعه 600 دينار نعم لكن السقف الأعلى للدعم هو 500 دينار فبطلعه 500 دينار من البرنامج بالإضافة أنه البرنامج رح يغطي اشتراكات اللي هي 1000 من 1200 كمين يعني البرنامج رح يتحمل اشتراكات ال 1000 دينار وما تبقى من الأجر هو 200 دينار رح يتحمله العامل وصحب العمل كلهم حسب مساهمته اللي هم بس 200 دينار نعم والعامل بيخسر الميت دينار اللي هي الفرق النصف ما بقدر يأخذها نعم بس 500 دينار نحن نحكي عن أجور مرتفع أجور المتوسطة واللي راتبو 250 أو بأقل من 500 نعم أصلا بموضوع 250 دينار مثلا 50% و250 بيطلعوا 125 دينار لكن الحد الأدنى للأجر المستحق هنا 220 فالبرنامج رح يضعي 220 دينار رح يكون خسران من أجره بس 30 دينار جميل يعني أي منشأة فيها عامل راتبو خنف 300 دينار نصف الراتب 150 ولكن هو رح يأخذ 220 يعني البرنامج يراعي هذه المسألة بالفروقات حتى لو ما كان هذا بالنسبة للمتوقفة تماما ترجمة نانسي قنقر